التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصم الإدارية الجديدة وزير الموارد المائية ورية هاني سويلم لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وخلنا اللقاء استعرض وزير الموارد المائية ورية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة موضحا في هذا الصدد ما يتم من جهود في أطار تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي المغطى وعمال الصيانة وتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجار المائية كما تابع رئيس الوزراء خلال اللقاء مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعية وإزالة التعديات عليه موسيقى